سبع معلومات خاطئة عن مثلث برمودة سمي بمثلث الرعب ومثلث الشيطان واعتقد أن هناك كائنات فضائية تسكنه ولكن اليوم سنتأمل هذه المعلومات الخاطئة أو المزيفة حول هذه المنطقة التي أثيرت حولها الكثير من القصص والأساطير حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة كلنا سمع بمثلث برمودة والأساطير والخرافات التي أثيرت حوله وتبين أخيرا أنه منطقة من البحر مثلها مثل أي منطقة أخرى ربما هناك تيارات مياه عنيفة ربما هناك أمواج عميقة ربما هناك من نسج هذه الأسطورة دعونا اليوم نتأمل هذه الأساطير السبعة الخاطئة حول هذا المثلث أول حقيقة أخي الحبيب أريدك أن تنتبه لها أن هذه المنطقة ليست خاطرة أكثر من غيرها فالمحيطات كلها فيها خطورة وهناك عدد كبير من السفن تغرق من الغواصات من الطائرات تسقط في البحر وهذا أمر له معدل طبيعي فلو حسبنا معدل الحوادث في هذه المنطقة التي تسمى مثلث برمودة نجدها شبيهة بمناطق أخرى وبالتالي من يعتقد أن هذه المنطقة تكثر فيها الحوادث هذا الاعتقاد غير صحيح ولم يثبت علميا الحقيقة الثانية أن هذه المنطقة ليست منطقة غامضة كما أثير حولها العلماء قاموا باكتشافات كثيرة لأحياء بحرية لأعماق هذه المنطقة مثلث برمودة قاموا باكتشاف العديد من الأنواع من الكائنات الحية هناك ودرسوا تيارات البحار ودرسوا المنطقة بشكل جيد إذن ليس هناك خطورة أو خوف من دراسة هذه المنطقة والتعرف عليها هذه أيضا معلومة خاطئة من يعتقد أنها منطقة غامضة أو مغلقة أو لا يستطيع أحد أن يدخلها المعلومة الخاطئة الثالثة أثير حولها أن هذه المنطقة موطن لحضارة قديمة حضارة عاشت على الأرض قبل ملايين السنين قبل الإنسان وانقرضت هذه الحضارة ولكن بقي لها هذا المكان الذي تمنع كل من يحاول أن يدخل إليه هذه المعلومة أيضا خاطئة ولم تثبت علميا المعلومة الرابعة أخي الحبيب أنها منطقة خيالية يعني فكرة مثلث برمودة غير موجودة أصلا هي منطقة من البحر فالذي أطلق هذا المصطلح مثلث اعتبرها مثلثة الشكل هو فقط أراد أن يعطي إيحاء يعني لو قال مربع أو وصف هذه المنطقة بكلمة أخرى ربما لا يثير التساؤلات والعجب مثل كلمة مثلث ففي الواقع لا يوجد مثلث هي منطقة مترامية الأطراف آلاف الكيلومترات تمتد عبر المحيط وبالتالي اسم هذه الاسم أصلا غير صحيح اخترع في ذلك الوقت لكي يعني لإثارة التساؤلات حوله وتم بيع ملايين الكتب التي تتحدث عن هذا المثلث المرعب وكلها تبين أخيرا أنه لا أساس لها المعلومة الخامسة أن هذه المنطقة هي موطن لنشاطات غامضة تقوم بها كائنات فضائية يعني هناك كائنات جاءت من الفضاء الخارجي من كواكب أخرى واختارت هذه البقعة من المحيط واستوطنت فيها وتقوم بنشاطات وتقوم بأعمال غامضة لا نعرفها وبالتالي تغرق أي طائرة تمر فوقها أو تغرق أي سفينة تعبرها وهذه المعلومة أيضا غير صحيحة كذلك هناك معلومة أن عرش إبليس موجود هناك وهذه المعلومة غير صحيحة أو أن هناك كائنات من الجن تسكن هذه المنطقة لذلك مثلث الشيطان يعني اسم مثير للتساؤل مخيف أحيانا هذا الاسم أيضا تبين أنه لا أساس له من الصحة هناك معلومة خاطئة أيضا أن كل جسم يعبر فوق هذه المنطقة تبتلعه يعني مثلث برمودة يبتلع حتى الطائرات وهذا الكلام غير صحيح تبين من خلال مواقع التي ترصد حركة الطائرات أن هناك الكثير من الرحلات الجوية اليومية التي تمر فوق منطقة مثلث برمودة بأمان ولا يحدث أي شيء طبعا الحقيقة الأخيرة التي تبين خطأ معلومة يعتقد الكثير من الناس أن هناك أشياء غامضة في قاع المحيط أو أن هناك أشياء ابتلعت السفن ولم يتم العثور على حطام هذا الأمر غير صحيح أحبتي في الله لأن السفن المدمرة هناك التي غرقت تم العثور على أجزاء منها حتى الطائرات التي اختفت تم العثور على أجزاء منها في أماكن أخرى وبالتالي فكرة أن هناك من يبتلع الطائرات والسفن ويخفيها هذه الفكرة غير صحيحة الحقيقة العلمية حول هذه المنطقة أنه ربما في فترة من الفترات كان هناك تيارات عنيفة بعض الأعاصير بعض الرياح التي شكلت نشاطا بدأ للناس أنه غير طبيعي فبدأوا بإثارة التساؤلات والأساطير وكما يتبين لنا الهدف هو فقط إخافة الناس إعطائهم معلومات مشوقة للربح المادي لزيادة مبيعات الكتب التسلية سرد قصص حول هذه المنطقة الغامضة كما يزعمون ولكن تبين أخيرا أنها منطقة مثلها مثل أي منطقة أخرى في هذه البحار الكثيرة وكما قال تبارك وتعالى هذا البحر مسخر لنا لنأكل منه هذا اللحم الطري نستخرج الحلية التي نلبسها يساعدنا على نقل البضائع والتنقل والسفر وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك سفن كبيرة مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة